روي فيتوريا رفض الحديث تماماً عن أزمة رباعي الزمالك إمام عشور وزيزو والوينش وفتوح ومشاركتهم أمام إليكت تشادي يوم الحد اللي جاي بإذن الله تعرفين مباراة إليكت مباراة العودة هتكون بين مبارتين والدياتين المنتخب مصر هل هينتقلوا أو هيلعبوا مع الزمالك في النص ولا لأ ده لسه ما حسمش الأمر فيه روي فيتوريا وقال استنوا لما بعد مباراة النيجر وبعد كده أقول لكم قراري هل لعب نادي الزمالك هم من حق المنتخب الوطني في الفترة الحالية طبعاً دي أجندة دولية وفيتوريا من حقه يقول لا بس أتصور أتصور يعني أن الأمور هتمشي الأمور هتمشي بين الزمالك اللي يهموا مصلحة منتخب مصر ومنتخب مصر اللي يهموا أيضاً الزمالك ممثل مصر فيها البطولة الأفريقية فأعتقد الأمور هتمشي بشكل ودي زكي دون أي أزمات أو مشاكل ده بالنسبة لروي فيتوريا